خسارة الوزن وفقدان الوزن وحرق الدهون بطريقة صحية وسهلة اليوم رسالة إلى متابعيني الكرام ومشاهديني الجدد بالنسبة لهذا الموضوع هيا بنا مرحبا متابعيني لعزاء ومشاهديني الجدد معكم الدكتور فراسي العلي طبعا في البداية أحب أن أشكركم جميعا متابعيني الكرام قناتكم وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 500 متابع عائلتنا الصغيرة تكبر يوما بعد يوم أهدافنا هي كما كالعادة هي خسارة الوزن الدهون بين القوسين وليس خسارة الصحة أشكركم جميعا وأنا أتابع جميع تعليقاتكم أحاول الإجابة على جميع تعليقاتكم بشكل سريع قدر الإمكان كل سؤال تسألوا بالتعليق أنا أكتبوه وإن شاء الله أصور حلقة بالنسبة للموضوع الذي همكم أسئلة كثيرة مهمة على سبيل المثال أحد الأخوات أو الإخوان عفوا يجوز أنا ما متذكر بشكل صحيح طرح سؤال بالنسبة إلى ثبات الوزن أشكره أو أشكرها جدا على هذا السؤال المهم جدا ثبات الوزن هذا سوف نخص حلقة بالنسبة له أسئلة كثيرة تطرح بالنسبة لزيادة الوزن وكيفية التخلص منها وزني ثابت بعض الإخوان أيضا الوزن عنده خفف من الوزن ولكن يعني ظل منطقة البطن ومنطقة الأسئلة كثيرة يوجد سؤال مهم إخوان كرام أحاول الإجابة عنه هو كيف يمكنني مساعدتكم في الوقت الحالي لتخفيف الوزن وحرق الدهون يعني أسئلة تصلني على الخاص أن الدكتور ساعدنا بالنسبة لتخفيف الوزن وكيف نتخلص من السنة وهذه الأمور كلها إخوان كرام أحاول قدر الإمكان بسرعة لك الآن نطول الفيديو أنا الآن في أسميها في مرحلة مهمة جدا مرحلة انتقالية أحضر فيها ملاحظاتي وجميع النقاط التي تهم هذا البرنامج بصفتي طبيب وبخبرتي العملية والعلمية وطبعا عندي تاريخ بالنسبة للبحث العلمي فأنا الآن في مرحلة إنشاء بروتوكول خاص بهذه التجربة والتي فيما بعد أستطيع أن أطبقها وأستغلها بشكل صحيح وسليم وأساعد ناس آخرين بالتخلص من هذه المشكلة يعني بالعرب المبسط الآن أنا للأسف ما عندي الوقت وما عندي النتيجة الكاملة للتجربة أنا في المرحلة الانتقالية أضع جميع هذه الملاحظات أنشئ البروتوكول الذي سوف أقوم بتهيئه خلال تقريبا ست أشهر بإذن الله لتكون هذه التجربة واقعية وعلمية وأستطيع أن أساعدكم بشكل صحيح ولذلك بالنسبة أني أكون مطلع على برنامجك وأساعدك بشكل مباشر في الوقت الحالي للأسف لا أستطيع مثل ما ذكرت ولكن كيف أستطيع أن أساعدك إخواني الكرام من أول فيديو أنا صورته على هذه القناة غير ابنة شاهد علي أنطيك معلومات قيمة جدا يمكنك في الفترة الحالية تطبيقها على نفسك أنا أقولها دائما في كثير من الفيديوهات خصص دفتر للملاحظات ومن بداية أول فيديو بالحلقة يوجد ملاحظات حتى أنا يوجد فيديوهات طويلة أتكلم بها فوق 19 دقيقة أو 20 دقيقة جزء مملة لبعض الناس ولكن بيها معلومات كثيرة أنا أقوم بإعطاكيها من قلب التجربة ومن خبرات العلمية والعملية ومن خبرات فاشلة بتخفيف الوزن وحرق الدهون وأقوم بتصحيح المسار الآن فاستغل هذه الفيديوهات مجانا ببلاش أدخل على الفيديو سجل هذه الملاحظات وحاول تطبيقها حسب حالتك اللي أنت تعاني منها الآن إخواني الكرام نحن كل إنسان له بصمة خاصة بها أنا ما أقدر أنطيك برنامج معين بشكل عفوا انتجاري أقطع السكر أقطع هذا أقطع لا تأكل لا تشرب لا تعيش لا تعمل شيء وخفف وزن وهذا طريقة خاطئة يجب دراسة كل حالة على حدة من الناحية النفسية الناحية الاجتماعية الناحية الصحية أمور كثيرة جداً لكي نصل إلى النتيجة المرغوبة بشكل صحيح ولا تؤثر على صحتنا وعلى حالتنا النفسية ولذلك أنا حابب أرد بطريقة سريعة ومختصرة على أنه في الوقت الحالي أستطيع أن أساعدك عبر نشر هذه الفيديوهات اللي أنا أقوم بها قدر الإمكان يمكنك متابعتها ومرة أخرى خصص دفتر وشوف هذه الملاحظات شوف أخطائه شوف الأشياء الأنصحك بها أشياء ممكن تكون بسيطة وأمرار تكون مضحكة ولكن هي واقعية يعني بعض الإخوان أو الأخوات بل يا دكتور أنت أول واحد يقولنا أنك غير الميزان وغير البطارية من الغرفة إلى أخرى يعني هاي أشياء بسيطة ولكن أيضاً تنطيك توضح لك الصورة من قلب الحدث يعني أنا مو طالع كطبيب أنصحك بأشياء أنا ما أتعرضت لها أنا من قلب المعاناة وما عنطيك نظريات أنا عنطيك الواقع الموجود ولذلك تابع القناة في الوقت الحالي أستطيع أن أساعدك عن طريق مشاهدتك لهذه الفيديوهات في المستقبل بإذن الله إذا ربنا عنطان الصحة والعمر وخلصت البروتوكول وخلصت الملاحظات على برنامجي أستطيع أن أطبقها بإذن الله تعالى على نوعيات مختلفة نوعيات عفوا أنه مو إنه إنسان مختلف عن الآخر ولكن يوجد إخوان الكرام نحن مختلفين من الناحية النفسية والجسدية وأمور كثيرة ولذلك يجب أن نطبق هذه الأمور بطريقة علمية لا نطول الفيديو شكرا لكم لمتابعتكم ودعمكم للمحتوى الطبي الهادف أحبكم بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته